هاي جسم الإنسان شيء مذهل يعني بجسمنا في 160 ألف كيلو متر من الأوعية الدموية وفيه ثلاثين تلريون خلية وأرقام أخرى غريبة بس ما بدي عقد الفيديو بس الشيء المذهل بالفيديو اليوم هو الأشياء المذهلة اللي بلاقوها بأجسام الناس أشياء غريبة عجيبة شيء مجنون بس للتنبيه في أشياء بالفيديو ممكن تكون مزعجة لبعض الناس وبس غير التنبيه ما فيه يلا نبدأ مزاجي هنا وخليني ورجيكم أشياء غريبة ووجدوها بداخل أجسام البشر بس طبعا وأولا لا تنسوا اللايك يا جيش مزاجي يا أقوى جيوش المجرة وأقوى جيوش دربة تبانة يلا خلوني ورجيكم واحد طفلة صينية عمرها 16 شهر كانت تعاني من التهاب أذن مؤلم جدا استمر لمدة أربع أشهر بلا توقف حتى أخذوها أهلها للمستشفى أخيرا لا بكير ما شاء الله كنتوا استنوا أربع سنوات أحسن المهم بعد ما شافها الطبيب أكد لهم أنه ليس التهاب أذن إنه شيء أفضع من ذلك بكثير إنها بذرة زهرة دخلت بدانها ونمت بالداخل وملأت جدار قناة السمع بالكامل طبعا بسبب حرارة ورطوبة الصين نمت الزهرة 2 سانتي ونصف وهنا الأطباء خافوا من احتمالية نمو الزهرة زيادة وخافوا أن تتعرض الطفلة للضرر دائم بأذنها وخافوا أن تصير بدل الزهرة حديقة زهور بدانها فقرروا إجراء عملية جراحية عاجلة للطفلة وطبعا آخر الأخبار تقول أنه تم إزالة الزهرة بنجاح شالوا الوردة تمام عليهم لبعده الثنين الظاهر أن الأذن مجز الوحيد من جسم الإنسان اللي وصلت له نباتات غريبة حتى أسألوا أريتوم سيدوركن أسألوا أريتوم ورح يقولكم نفس الشي اللي رح أحكي لكم يا الآن أريتوم بدأ يشعر بألم ومسكته كحة وبعد الفحص والتصوير الإشعاعي اكتشف وجود شيء يشبه الورم السرطاني تماماً فبدأ جراح فلاديمير كما تشعف بإزالة جزء كبير من رئة أريتوم وهنا وفجأة اكتشف شيء مدهش اكتشف أن مشاكل أريتوم ما كانت بسبب السرطان كانت بسبب شجرة سنوبر واصل طولها لخمسة سنتي داخل رئة أريتوم شو؟ سنوبر؟ شو هاد؟ طلعت الأشجار شريرة بصراحة خطيرة حرفياً خطيرة لأنه أريتوم كان بداخله شجرة عم تنمو وتكبر والعجيب أكتر أنه رئة الإنسان فيها مادة بتخرج أي جسم غريب بداخلها عن طريق السعال لكن اللي صار مع أريتوم أنه رئته ما أخرجت الشجرة شجرة السنوبر خلتها جوة ليش ما بتعرف غريب أريتوم وطبعاً لأنه الرئة رطبة ومظلمة كانت مثالية لإنبات السنوبر لما أزالوها كان شكلها كأنه نبتة عادي بالتراب وتخيلوا أنه بعد ما طالعوها كان فيها السنوبر وأكلوها تعشوا عليه لا لا مزحة مزحة تخيلوا يساوها بكونوا مجانين وعاول إثير إعجاب أصحابه عن طريق حركة كان يعتقد أنها مضحكة جداً والحركة هي اسمعوا ركزوا قرر باريلا أنه يبتلع سمكة حية ومو أي سمكة سمكة طولها 8.9 سنتي نزلت بالمجرى الغلط وين نزلت يا مزاجي طمنا على باريلا السمكة للأسف ما نزلت بالمعدة بل بالرأة باختصار وطبعاً هنا اختنق وكان رح يموت فانقلوه بسرعة للمستشفى وطبعاً وفوراً بدأوا يساولوا عملية جراحية وبعد 45 دقيقة تمت إزالة السمكة من رأة باريلا بنجاح وشوفية تماماً فدائماً ننتبهوا لما تجيكم أفكار مجنونة مثل أفكار باريلا أوكي؟ لما تجيكم أفكار مثل هيك لا تنفذوها أوكي اللي بعده أربعة في عام 2019 رجل عمر 72 سنة من بريطانيا خضع لجراحها لإزالة ورم من بطنه بس بعدما رجع للبيت بدأ يلاحظ شي غلط ما كان قادر يبلع أي أكل بعد هذه العملية شو أزالوا بطنه كله مثلاً؟ فرجع للمستشفى وفحصوه ووجدوا إلتهاب بسيط بصدره لا شيء يدعو للقلق بس بعد يومين بس رجعوا هالمرة كان الألم بحلقه لا يطاق لدرجة أنه ما قادر يبلع الدواء حتى فدخل الأطباء كاميرا من أنفو وهنا كانت المفاجأة شعيرات أنفو لا لا جد كانت في مفاجأة ثانية طلع بحبال الصوتية في جسم معدني غريب وبعد التدقيق طلع الجسم المعدني هو طقم أسنان المريض شو؟ ماذا حصل؟ اللي حصل أنه أثناء العملية الأولى ضاعوا منه وطلع بطريقة ما بالعهم بدون ما ينتبه لا هو ولا الأطباء وطبعاً هالمرة سأول عملية كمان بس لإزالة الأسنان وأزالوها بنجاح والبقية مجرد هيستوري اللي بعده خمسة أنه يكون في ملاعق وشوك ببطنك شيء سيء ومستحيل بس الأسوأ هو غارنيال سينغ من الهند ليش أسوأ؟ لأنه كان عنده إدمان على بلع السكاكين يخرب بيته المجنون وطبعاً هاش شيء مصيبة وعرف سينغ أنه مصيبة بس بعد فوات الأوان لأنه بدع يتألموا بشدة فتم نقله للمستشفى وهو تعب جداً وبعد تصويره بالأشعة الصينية فكروا الأطباء أنه عنده ورم بسبب ظهور كتلة كبيرة بالصورة وبعدين عرفوا أنه هالكتلة هي عشرات السكاكين الموجودة ببطنه وطبعاً وفوراً عملوا العملية الجراحية استمرت لخمسة ساعات وخلال العملية نجحوا بإزالة السكاكين وخرج سينغ بسلام بدون لا إصابات ولا شلل فيلم هندي حرفياً سينغ ساوي فيلم هندي بسكاكين ونجا منها اللي بعده ستة شاب أمريكي اسمه ليون فكر أنه عنده إلتهاب جيوب أنفية وبعد سنوات مل وتعب وقرر أنه يسأل دكتور عن الموضوع استنى سنوات ليون قبل أن يسأله لا أسد أسد المهم الدكاتور اللي لاحظوا أنه مو متعرض لأي ضربات على وجهه مع ذلك غضروف أنفو منحرف الغضروف هو اللي منحرف مو ليون ركزوه فقاموا بإجراء فحصاً له واكتشفوا كتلة بيضاء غريبة بأنفو وطلعت هالكتلة هي درس طولة 1.2 سانتي موجودة بداخل فتحة أنفو اليمنى وبعرف رح تتساءلوا هل ممكن يكون ليون هو اللي حط درسه بأنفو يخبيه مثلاً ورح جاوبكم أنه في حالات نادرة جداً بتطلع فيها الأسنان بأماكن غير طبيعية وبحالة ليون كانت نادرة أكتر لأنه طلعت بأنفو يعني ورطة وفضيحة تخيلوا الدرس بأنفو المهم عملوا له عملية وطلعوا له الدرس من أنفو وتعافى تماماً بعدها تعافى أنفو بس نفسيته تعباناً لسا الدرس بأنفو؟ شو المزخرة؟ السابع خلينا نحذر أي شخص بخاف من العناكب أنه فيه عنكبوت بهذه القصة أنا نبهتكم وخلص ما لدخل فالمهم شاب اسمه ديلان توماس كان فيه إجازة سعيدة في جزيرة بالي وبأحد الأيام شاف لون أحمر غريب على بطنه فراح للمستشفى وفحصته الدكتورة وقالت لها أنها مجرد لدغة حشرة صغيرة وعطته مضاط حيوي موضوع بسيط بسيط جداً لدغة طلع بتضحك الموضوع بس ثاني يوم استيقظ ديلان ولاحظ أنه العلامة كبرت وأصبحت معلمة فراح للدكتور جلدية وهنا اكتشف الأطباء السبب الحقيقي لمشكلة ديلان ما كان السبب لدغة حشرة صغيرة كان السبب هو عنكبوت دخل لبطنه من ندبة قديمة وبهذه الطريقة أخرجوا العنكبوت اللي كان حجمه أكبر بشوي من رأس عود الكبريت من بطن ديلان تخيلوا عنكبوت ببطنه حتى الرجل العنكبوت ما عنده عنكبوت ببطنه اللي بعده القصة الأخيرة هي قصة جيمس فالنتين الخطيرة فالنتين كان يعمل بتقليم الأشجار وهو واحد من طاقم تقليم أشجار كان مطلوب منهم قصة أخصان بعض الأشجار القديمة في عام 2014 حلو حلو أو مو حلو خلينا نشوف العمل كان ماشي صاح إلى أن تراجعوا المنشار فجأة وأصاب فالنتين بين رقبته وكتفه ومباشرة نزلوا زملاءه من الشجرة ونقلوا لأقرب المستشفى تخيلوا نقلوا للمستشفى وهو معلق فيه منشار كهربائي وهنا أطباء الطوارئ أزالوا محرك المنشار لكن تركوا الشفرة لمنع فقدان دم أكثر لأنه إذا طالعوا المنشار بيطلع شلال دم والعجيب أن المنشار والشفرات تفادت شرايين فالنتين الرئيسية بمسافة بسيطة فالمهم ساول عملية وخلال العملية تمت إزالة المنشار وخياطة جرح فالنتين وتعافى تماماً يمكن قصة فالنتين مو هي الأغرب بالفيديو بس هي الأخطر بلا أي منازع وبس مع خطورة نشر فالنتين لنفسه مننهي هذا الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تكون استمتعتوا فيه وإذا عجبكم طبعاً لا تنسوا اللايك لأنه بفيدني جداً 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 بشكل ما بتتوقعوه أوكي؟ واكتبوا لي شو هي أغرب قصة شفتوها بهذا الفيديو بالنسبة إلي العنكبوت لأنه في حدا بيطلع عنكبوت من كرشو من صرطه بتطلع شو؟ وصح صح لا تنسوا تابعوني بالإنستا لأنه قريباً جداً رح أبدأ صور يومياتي فتابعوني هناك ويلا خلوني ألبس النظارة وإنهي هذا الفيديو هيك تمام 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 أوكي؟ يلا نبدأ شكراً لكم على المشاهدة وأحبكم جداً ومزعجي كان هنا سلام